والآن بالعودة إلى الضفة الغربية المحتلة وحول مستجدات الاقتحام الإسرائيلي المتواصل لكل من طول كرم وجنين ينضم إلينا مراسل رؤية من هناك حافظ أبو صبر وينضم إلينا تحديدا من قباطية جنوبي جنين أهلا بك حافظ إذن آخر المستجدات لديك حافظ نعم أنا في قباطية عند الشارع الرئيسي بالقرب من حي عائلة الكميل حيث يحاصر الاحتلال منزلا منذ قرابة الساعة والنصف ووسطى اشتباكات مسلحة وتبادل إطلاق الرصاصة في هذه المنطقة قوات الاحتلال أطلق الرصاص على مركبة فلسطينية تشاهدونها في الصورة هناك إصابة على الأقل داخل المركبة جنود الاحتلال يحيطون بالمركبة ويحاصرونها بعدد من الآليات العسكرية نزلوا من جباتهم وبدأوا بعمليات تفتيش لهذه المركبة وفق السكان وما يصلنا هناك إصابة على الأقل داخل المركبة ولا ندري ما هو وضع هذه الإصابة هناك منع لطواقم الإسعاف من الوصول للمركبة والتعامل مع هذه الإصابة جنود الاحتلال يحيطون بالمركبة يعملون على تفتيشها والشاب ما زال داخل المركبة هذه المسافة الأقرب إلى موقع استهداف هذه المركبة الفلسطينية ويعني لا ندري ما الذي يحدث الاحتلال يغلق المنطقة بشكل كامل أيضا يحاصر منزلا في منطقة قريبة على الجهة اليمنى من الشارع الرئيسي في منطقة حارة عائلة كميل كما أسلفت وهذا الاقتحام الثاني لبلدة قباطية جنوب محافظة جنين منذ ساعات الصباح في الاقتحام الأول الاحتلال استهدف منزلا مهجورا في منطقة حي عائلة أبو الرب وقام بتفجيره بدعوة أنه يستخدم لتصنيع الأبوات الناسفة في ذات الوقت كانت طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت شابين فلسطينيين في قرية الشهداء عند المدخل الرئيسي لبلدة قباطية واستشهد هذين الشابين وهم الشاب محمد عصعوصي وابن شقيق شوقي وشيع جثمانيهما قبل ساعة من الآن في القرية القريبة من هنا نحن في طور هذه التطورات على الأرض في قباطية وفي ظل استهداف الاحتلال لمنزل قريب من هنا نلاحظ أو نرصد عملية اطلاق رصاص قبل أقليل على هذه المركبة قوات الاحتلال تحتجز شابا على الأقل هو مصاب بجروح لا ندري ما هي هذه الجروح وأين كانت إصابته ولكن قوات الاحتلال تعمل على التفتيش المركبة وتمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى الشاب المصاب داخل هذه المركبة في طول كرم قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيمي نور شمس وطول كرم هذا الاقتحام الذي يأتي في سياق سلسلة من عمليات الاحتلال العسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية الاقتحام هو الثاني في طول كرم بعد الأول الذي طال ضاحية الذناب القريبة من مخيم طول كرم في ساعة مبكرة صبيحة هذا اليوم اعتقل الاحتلال شاب فلسطيني وشقيقه أحد هؤلاء الشقيقين كان مصابا بجروح ونقل الشابان إلى جهة مجهولة في محيط المحافظة بعد انسحاب قوات الاحتلال بعد ذلك بساعات أعاد الاحتلال اقتحام المدينة تركز عدوانه في مخيمي نور شمس وطول كرم أيضا والمقاومون الفلسطينيون رصدنا استهدافاتهم للآليات العسكرية سيما الجرافات التي تنفذ عمليات تدمير للبنيات التحتية استهدفت بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار أعود إلى المشهد الذي نرصده في هذه الأثناء خلف الجبات العسكرية الظاهرة في الصورة هناك أضواء لربما هي مركبة تسعاف ويمنعها الاحتلال أو يمنع أفراد هذه المركبة من الوصول إلى الشاب المصاب داخل المركبة الفلسطينية التي استهدفها في هذه المنطقة كل هذا على وقع استمرار حصار المنزل الذي بدأ قبل ساعة ونصف في منطقة قريبة من هنا والمنزل المحاصر استهدف على الأقل مرتين بقذائف محمولة على الكتف جنود الاحتلال يحيطون بالمركبة يجرون عمليات التفتيش نعم حافظ لنعرج قليلا عن ما يحدث الآن في قطاع غزة وتحديدا في بيت لاهيا ووامر الإخلاء الجديدة من قبل جيش الاحتلال نعم ما يجري في بيت لاهيا هو في إطار سياسة تهجير ما تبقى من فلسطينيين من عشرات ألاف الفلسطينيين الصامدين في مناطق شمال غزة وأوامر الإخلاء طالت أكثر من منطقات طلب الاحتلال سكان الفلسطينيين بإخلاء هذه المناطق صوبى مدينة غزة تماما كما فعل في الأيام الماضية منذ بدأ حصار جباليا وبيت لاهيا ومحاولات تهجير السكان الفلسطينيين من تلك المناطق على وقع حملة تطهير عرقي إبادة جماعية وتجويع وتعطيش لسكان الفلسطينيين في ظل منع مساعدات الغذائية والطبية من الوصول إلى تلك المنطقة وإخراج كل المستشفيات والمراكزات الطبية عن العمل في سياق عمليات تهجير السكان الفلسطينيين من المناطق التي طولب السكان بإخلاءها كان هناك عدد من حالات الوفاء لمسنين فلسطينيين نكلت بهم قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية المقامة بين بيت لاهيا والمناطق التي طالب سكان الفلسطينيين بالإخلاء الإخلاء صوبها سجلت حالتين وفا في صفوف المسنين على الأقل في ظل عمليات التنكيل بالأنازحين الفلسطينيين في تلك المناطق هذا ما لدينا فيما يتعلق بما يجري في شمال غزة بتحديد في بيت لاهيا ولكن ما يجري في الضفة الغربية مستمر بصورة مستغربة بعد فترة طويلة من الهدوء زادت عن العشرين يوم والاحتلال اليوم يرفع من وطير التصعيد في مناطق شمال الضفة الغربية في جنين نابلس كما أسلفت صبحت هذا اليوم طول كرم طوباص أيضا ونتحدث عن أربعة شهداء عمليات قصف بقذائف وصواريخ الأنيرجا واستهدافات بالطائرات المسيرة نعم شكرا جزيلا حافظ أبو الصبر على كل هذه الإضاحات كنت معنا من قباطية شمالية جنين